انه الثلاثة ونصف مليار مستخدم بيستخدم سوشيال ميديا يعني ستة واربعين بالمية من سكان العالم بيستخدم سوشيال ميديا طيب السوشيال ميديا شو تعريف وهي تعريف بسيط جدا عملية تعرف ما بين الاشخاص طيب كيف انا كصاحب بزنس او كصاحب مشروع استثمر هذا البليتفورم الكبيرة والتي تحتوي على يوزرز ومستخدمين بعداد وبالمليارات الان خلينا نفهم طبيعة متصفحين السوشيال ميديا الان هل انا لما بتصفح السوشيال ميديا كمتصفح هل انا زبون لا طبعا اذا متصفحي السوشيال ميديا هم عبارة عن زبائن محتملين يعني الان انا الذكاء في هذه الشركة او في صاحب البزنس انه يستثمر متصفحين السوشيال ميديا ويستقطبهم كعملاء مستهدفين او كعملاء محتملين انهم مشروعوا هذا المنتج او هذه الخدمة بالتالي يجب ان افهم اهداف تسويقية او احط اهداف لهذه السوشيال ميديا كصاحب بزنس او من وجهة نظر من صاحب الشركة او صاحب المشروع اللي هي الاهداف يعني بشكل مختصر اني اوسط دائرة عملائي او حصتي السوقية اه بعد هيك انه لبراندينج اني اصوق علامة التجارية اه كمان التواصل المباشر والاستجابة السريعة ما بين الشركة وما بين زبائنها او ما بين متصفحين السوشيال ميديا بالاضافة الى تسويق موقع اللي هو الالكتروني الخاص بشركتي موسيقى